اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاعدوا تقريبا من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل بعد ما طلعوا راح يتعرضوا بالليل في الأرض وراح يطلع الأصب من الأرض طلعوا ورمات وابويا مريض أصلا بتعباء ويتعالج الناس كان فيه مشكلة قديمة قبل كده حصلت مشكلة بالنفس الوضع ده لكن الكلام ده من شهر عشر اللي فاك 2013 اعتدأ على الأرض وبرضه بنفس المشكلة وجرف الأرض وشال الفدود اللي بيننا ما بينه ودخل عندنا حوالي مترين وجرف الأرض وعرضت لغاية كله وشال الأرض شال الطراب كان رفض متعد عليهم وجاب نصب بلطاجية في الأرض حددت أنه هو يتصب الحد وهو وافق بكده وبعد ما حضرنا جيبنا مترين مسلح عشان تعمل الحد وكل حاجة جاء تاني يوم اتصلوا بيه انت فين قال لنا ارك مشوار ويسيب الحد لا حددش هيعمل حدود ايه اللي عملت الشرق احنا كل يوم كان محضر ونحن فيه محضر لغاية دروك مذكور بـ 1971 معمور لغاية دروك مفيش اي جديدة عمل فيه أرض تلفت الأصب مرمي لها كام يوم مرمي فيها باز تلف زرع لتكمل ولا أصب ترمى في الأرض مشربش وزرع ميتكملش احنا مش جادرين نروح نكمل باجة زرعا عشان نزيه كي دواء في الزرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر